السلطات الأوكرانية تحدثت عن زيارة الرئيس الأوكراني بتفاصيل وآراء مختلفة بحسب هذه التصريحات أشارت إلى أن الرئيس الأوكراني كان له اجتماعين محورين في الولايات المتحدة الأمريكية بما يتعلق بالاجتماع الأول هو اجتماع الرئيس الأوكراني بأعضاء الكونغرس الأمريكي وإطلاعهم على تفاصيل الحرب الأوكرانية وتقدم الجيش الأوكراني إضافة إلى الاحتياجات الماسة للجيش الأوكراني المتعلقة بالسلاح من أجل مواثلة العملية العسكرية المضادة لكن في هذا الإطار بعض الآراء وبعض الخبراء المحليين الذين أشاروا بطبيعة الحال إلى أهمية هذا الاجتماع بسبب أن هناك بعض من الأصوات في الجانب الأمريكي هي متعلقة بطبيعة الحال بالحزب الجمهوري الأمريكي الذي بدأت تتعالى وتشير إلى ضرورة خفض الدعم العسكري للجيش الأوكراني والأوكرانية بشكل عام وهذا هو أيضا متعلق بالعلاقات الأمريكية الأوكرانية في ظل انتخابات مرتقبة في الولايات المتحدة الأمريكية في السنة المقبلة ربما تعكس بعض التخوفات الجانب الأوكراني من تقاعص أو انخفاض في الدعم الأمريكي في العام المقبل بعد هذه الانتخابات الاجتماع الآخر بطبيعة الحال هو مع الرئيس الأمريكي جو بايدن والذي التقى به الرئيس الأوكراني وصفه الرئيس الأوكراني بحد ذاته بالاجتماع المثمر وبهذا الاجتماع طبيعة الحال تم الإعلان عن حزمة مساعدات جديدة وصفتها السلطات الأوكرانية بالمساعدات الجيدة للجيش الأوكراني والتي سوف تعمل على تحصين القوات الأوكرانية وتعمل على تحصين السماء الأوكرانية من الصواريخ الروسية بعيدة المدى التي باتت تطال المواطنين المدنيين والمنشآت المدنية والعسكرية في جميع أنحاء البلاد الرئيس الأوكراني تحدث عن طبيعة هذه المساعدات والتي تتمثل بشكل أساسي بمنظومات الدفاع الجوي والذي تم الإعلان عنها كذلك هو الحديث يدور على الصواريخ أرض جولي التصدي للأهداف الجوية وذخائر متعلقة بمنظومة هايمرز الأمريكية إضافة إلى ذخائر مختلفة للذبابات من عيار 155 ومجموعة من الأسلحة الهندسية والأجهزة الطبية والمستشفيات وما يتعلق بمساعدات أخرى تخص الجيش الأوكراني لكن ما تم الاتفاق عليه والأمر الجديد في هذه المساعدات في حقيقة الأمر إيجاد صيغة مشتركة واتفاق أوكراني أمريكي على عملية تعزيز الصناعات العسكرية في داخل الأراضي الأوكرانية بين الجانب الأوكراني والجانب الأمريكي وبالتالي قد تمتلك أوكرانيا بعض الصناعات العسكرية الأمريكية على أراضيها مما يساعد الجيش الأوكراني في تحقيق أهدافه بالحصول على الأسلحة المرغوبة والتي تتمثل بالصواريخ بعيدة المدى بما يتعلق بهذه الصواريخ تحديدا وكان حديثا جاريا على عدة أشهر من قبل السياة السلطات الأوكرانية مع الجانب الأمريكي بصواريخ أتاكامس الأمريكية التكتيكية بعيدة المدى لكن على ما يبدو أن الجانب الأمريكي قد أغلق الباب ولو حتى بشكل مؤقتا أمام الجانب الأوكراني بما يتعلق بتسليم هذه الصواريخ في ذات النطاق كان هناك حديثا أيضا من قبل الجانب الأوكراني مع نظيرهم الألماني عن صواريخ تاوروس أيضا هي بعيدة المدى التي ما زال الجانب الأوكراني يطمح في هذه الصواريخ للحصول عليها الجانب الألماني أوليف شولز تحدث وقال أن الباب لم يغلق بشكل نهائي أمام الجانب الأوكراني بما يتعلق بتسليم هذه الصواريخ ربما لم يحن الوقت المناسب من أجل الحصول الجانب الأوكراني على هذه الصواريخ نعم يعني من ناحية أخرى أيضا ثائر توتر قائم بين بولندا وأوكرانيا وتصريحات أيضا متبادلة بين الجانبين بشأن الدعم المقدم من قبل بولندا لكييف بالفعل هذا التوتر في حقيقة الأمر هو نشب بشكل أساسي بزيارة الرئيس الأوكراني للولايات المتحدة الأمريكية وهو متعلق أيضا في بعض التصريحات التي أشار إليها الرئيس الأوكراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي انتقدها الجانب البولندي بأن بعض الشركاء الأوروبيين لا يقومون بدورهم المناسب في عملية مرور الحبوب خلال الأراضي الأوروبية وهذا الاتفاق وما الذي تم الاتفاق عليه بين الجانب الأوكراني والجانب الأوروبي من خلال المفوضية الأوروبية على تسهيل مرور ممرات الحبوب بعد فقدان أوكرانيا لممرتها المائية في البحر الأسود لكن أخذت هذه الخلافات منحنة تصعيديا نوعا ما بين الجانب الأوكراني والجانب البولندي لكن بعض التقارير وبعض وسائل الإعلام الأوكرانية باتت تتقصى حقائق هذا الخلاف كان هناك أيضا نقاشات بين وزيري الزراعة الأوكراني ونظيره البولندي فيما يتعلق بهذه المسارات وأشار الوزيرين إلى ضرورة تسوية العقوبات من أجل تسكير وعمل هذه الممرات خلال الأراضي البولندية على أن يتم وضع اتفاقية جديدة بين الجانب الأوكراني ونظيره البولندي من أجل حفظ حقوق المزارعين البولنديين الرئيس البولندي في بعض تصريحاته أشار إلى أنه جاهزا للمفاوضات مع الرئيس الأوكراني في حين أن يتسنى أن تكون الفرصة سانحة للجلوس إلى طاولة المفاوضات اشتركوا في القناة